اعتراف متأخر من الشرعية اليمنية بخصوص العلاقة الملتبسة مع التحالف العربي هكذا يمكن وصف التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية خالد اليماني الذي أكد أن الشرعية لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق المحررة مشددا على ضرورة البحث عن مكامل الخلال بهدف إصلاحه اليماني أضاف في حوار مع وكالة سبوتنيك عربي الروسية أن الرئيس هادي يحاول أن يعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والتحالف بما يحقق الهدف المعلن في استعادة الشرعية كما كشف عن ترتيبات لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتوحيد كل القوى العاملة على الأرض وستضم كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الداخلية لكن هذه التصريحات لا تزال محل انتقاد الكثيرين ممن يعتقدون أنها ليست سوى نوع من الاستهلاك الإعلام خصوصا بعد أن علت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة العلاقة بين الشرعية والتحالف الذي تحول دوره من إعادة الشرعية إلى تقويضها والسيطرة على قرارها